عنا الدليل واضح حاصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتكوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أسعد الله مساءكم جميع المشاهدين الكرام على شاشة ايوان في برنامجكم عنا الدليل وأما بعده فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل الخير ونهانا عن الشر وكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى معلما للخير وداعيا إلى مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن عظيم الصفات التي أمر الله تبارك وتعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق ومن أخبث الصفات التي نهى عنها الكذب فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا وقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح إلى التقوى إلى فعل الخيرات والبر هو اسم جامع للخير وأما الكذب فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الاستقامة والفجور هو الانبعاث في المعاصي هذا الحديث يا أحبابنا فيه حث على تحر الصدق وفيه التحذير من الكذب ومن التساهل فيه فإن من أكثر من الكذب عرف به وكتب عند الله كذاب لذلك علينا أن نحذر من الكذب وتعريفه هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا هكذا عرف العلماء الكذب الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا الكلام بخلاف الواقع عمدا يعني مع علمه بأن كلامه هذا بأن خبره هذا على خلاف الواقع هذا هو الكذب الذي حرمه الله تبارك وتعالى فالكذب حرام بالإجمع سواء كان على وجه الجدي أم على وجه المزحي ولو لم يكن في هذا الكذب إضرار بأحد لأنه في بعض الناس فكر أنه أنا إذا كذبت وما ضريت بحدا أنه ما علي معصية لا مش صحيح الكذب إذا كان بالجد حرام وإذا كان بالمزح حرام إذا كان في أذية للآخرين حرام وإذا لم يكن فيه أذية للآخرين أيضا هو حرام إذا تكرر الكذب وصار طبيعة عند الإنسان تعود عليه يصبح عادة عنده يعني بتلاقيه بكل المواقف بأغلب المواقف يقع في الكذب بعض الناس يتفننون بالكذب يكون الكذب لهم عادة يكذبون بلا تكلف من غير تكلف حتى للأسف الشديد بعض الآباء والأمهات بيشجعوا أولادهم على الكذب وبعلموا أولادهم الكذب بتلاقي منه صغير الولد عم بيسمع أمه تكذب بيسمع أبوه بيكذب فهو عم بيكتسب منهم شو؟ عم بيكتسب منهم الكذب حتى هم مرات بطلبوا منه للولد أنه يكذب بيجي تليفون مثلا برفع السماعة بيقول له احكي له أنه بابا مش هون بابا مش شغل طب ما هو الولد شايفك أنك هيك هون ليش عم تكذب على ابنك وبتكذب تكذب على هذا الشخص وبتعلم ابنك أنه يكذب عم تحكي لابنك قل له كذا وكذا على خلاف الواقع يعني اكذب عم بتقول لابنك اكذب بعدين بس يكبر الولد ويكذب بيقول له أنت ليش عم تكذب من وين جايب هاي مين علمك الكذب أنت اللي علمته الكذب أنت علمته الكذب منه هو صغير وانت عم تكذب وعم تطلب منه أنه يكذب بعض التجار بيكذبوا على الزبائن فكر أنه هاي قوة في التجارة ويعني فن عشان يروج بضاعته عشان يبيع بضاعته بيكذب يعني على اختلاف أنواع البضائع يعني لو كان تاجر سيارات بقعد يحكي لزبون هاي السيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا وضعها ممتاز ومش كذا يعني بيعطيها بيعطيها وصف مش موجود فيها إذا كان بيبيع مثلا جلود ولا أحذية حيش السامعين بيقول له هذا الجلد إيطالي وهذا كذا هو عم بيكذب الجلد له إيطالي وله إيشي على اختلاف أنواع التجارات بتلاقي فيه تجار بيكذبوا عشان يروجوا بضائعهم فيأكلون أموال الناس بالباطل بالكذب والحلف بالله كذبا يأكلون أموال الناس بالباطل هلأ العلماء قالوا الكذب منه ما هو من الصغائر ومنه ما هو من الكبائر ومنه ما يكون كفرا والعياذ بالله ومن الكذب كذب جائز ومن الكذب كذب واجب فالآن بدنا نفصل بموضوع الكذب هلأ إذا كان الكذب ما فيه إضرار بحده في كذب من الصغائر معدود هناك كذبة صغيرة تعتبر من الصغائر ولا يتهاول بالصغائر لأن الجبال من الحصى يعني ما يجي واحد يقول أنه يلا مع ليه مهي صغيرة بعدين كلمة مع ليش يعني كأنه بيقول لا بأس بها والمعصية فيها بأس سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال إياكم ومحقرات الذنوب المراد بالمحقرات يعني الصغائر ودل هذا الحديث الشريف على أن الصغائر هي أسباب تؤدي إلى ابتكاب الكبائر ولذلك الرسول عليه السلام حذر منها فكم من صغيرة قد الإنسان يشوفها يعني عشانها صغيرة يروح يعملها تسوق لشو تسوق إلى الكبيرة والكبيرة قد تسوقه إلى إيه قد تسوقه إلى الكفر ولذلك قال أهل السلف الصالح المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت شو يعني المعاصي بريد الكفر يعني طريق يوصل إلى ذلك قد الإنسان إذا عود نفسه على ارتكاب الذنوب التي ليست هي من الكفر هذه الذنوب قد تجره إلى إيه قد تجره إلى الكفر هل لا حتى لو ما كان الكذب فيه إضرار نقول هذا حرام فيه معصية ولو كانت من الصغائر أما إذا كان فيه إلحاق ضرر بعباد الله المؤمنين فهذا من الكبار هذا من الكبار يوقع الشخص في كبير سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول ما استلم الخلافة خطب خطبت المشهورة التي تكتب بأحرف من نور قالها أول ما استلم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال في خطبته هذه قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم هذا دليل على تواضع سيدنا أبو بكر الصديق قال فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة انتبهوا ماذا قال الصدق أمانة والكذب خيانة الكذب خيانة فإن هيك الواحد مهم جدا يعود نفسه مثل ما بيأخذ قرارات بحياته بيحزن بيقولك أبدا أنا بدي أبلش بيروجيم مهما حطولي أصناف من الطعام والحلويات بدي أمنع نفسي امنع نفسك عن الكذب امنع نفسك عن المحرمات هكذا تكون بطلا قوية نأخذ اتصال ألو 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 يا عيوني يا حبيبي بس أغلبك تسمعنا من التلفون مش من التلفزيون عشان ما يأخذ الاتصال ربع ساعة بعدين ألو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا دكتور يا ميت أهل المساعد أتشرف فيك أخوي أحبك الله أحبيت أني أسلم عليك لا أكرم دكتور أتشرف فيك أخوي أكرمك الله هذا شرف لأيلي أكرمك الله وبارك بك جزاك كل خير في الدنيا والآخرة أكرمك الله شرفتنا يا جهاد وشاكرين لاتصالكم ودخلتك أخوي الكريم من الكذب أيضا يا أحبابنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه موبقة كبيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام منهما يقع في الكفر والعياذ بالله وأقله أقله أقله ذنب الكبير كلنا منعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه الشيخان أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين هناك كذب على الله وهناك كذب على رسول الله بعض الناس يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان كذب على الله أو كذب على رسول الله إذا واحد مثلا كذب وكان في هذا الكذب تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا، اللواط، القتل، السرقة، شرب الخمر مثلا أو فيه تحريم حلال ظاهر مثل البيع، مثل النكاح، الزواج إذا كان واحد كذب بمثل هذا فأحل ما حرم الله مما علم من الدين بالضرورة حرمته أو العكس بيكون وقع هذا الإنسان في الكفر سواء كان كذب على الله أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الكذب يوقع صاحبه في الكفر إذا كان كذب على الله فقال مثلا الله أحل الزنا هذا كذب على الله موقع في الكفر هذا كذب على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بعض الناس يكذبون على الله فيقولون الله أحل شرب الخمر وقديش عم نشوف من هالدواهي وليس يعني بعض الذين ينتسبون إلى المشيخة وإلى العلم بعض الذين يلبسون اللفائف والعمائم من الدجالين والمشعوذين على الشاشات وعلى الهواء يقولون بكل وقاحة بكل وقاحة أخزاهم الله يقولون الخمر حلال يقولون الرسول كان يتوضأ بالخمر وقحين وقحين جدا ملعين خبثاء هؤلاء هم أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ويلهم من الله ونحل لهم بالمرصاد إن شاء الله أمثال هؤلاء اللي هم من جنود إبليس شياطين من شياطين الإنس ويظهرون للناس بزي أهل الإسلام بزي المشايخ تلاقي يلبس هالدجداشة وهالجبة وهالعمامة وبيطلع بيقول الرسول كان يتوضى بالخمر أخزاهم الله أخزاهم الله أخزاهم الله أمثال هؤلاء الذين يقولون الله أحل شرب الخمر كذبوا على الله وكذبهم هذا أوقعهم في إيه في الكفر هذا النوع من الكذب يوقع صاحبه في الكفر حتى لو كذب الإنسان على رسول الله فقال الرسول أحل شرب الخمر أو الرسول أحل الزنا أو مثل ذلك مما علم من الدين بالضرورة حرمته هذا أيضا كذب يوقع صاحبه في الكفر يوقع صاحبه في الكفر ومن الأمثل على ذلك أيضا أن رجلا كان بين أصدقائه بين أصحابه فأقبل رجل أعمى فقال هذا الإنسان يريد أن يضحك الآخرين قال شيئا هو ليس من القرآن بل هو كلام قبيح قال والعياذ بالله قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فكبه إنك لست أكرم من ربه قال هذا الكلام الفاسد والعياذ بالله لإضحاك الآخرين لإضحاك الحاضرين هذا هو مفكر أنه حاله دمه خفيف يعني مفكر أنه هي طرفة هذا الكلام أوقعه في الكفر أوقعه في الكفر نعم هذا الكلام كفر الذي يقوله يكفر والعياذ بالله لم يدر هذا الرجل لأن هذا الكلام الذي قاله لإضحاك الآخرين أوقعه في الكفر قاله لكي يضحك قليلا والعياذ بالله لأن هذا الكلام فيه كذب على الله وهذا الرجل جعل هذا الكلام السفيه جعله قرآنا والعياذ بالله وفي هذا الكلام تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته لأنه حرام الإضرار بالآخرين واحد إذا شفت أعمى كبه أضربه هذا يجوز شوف أكم من مخالفة في هذا الكلام فقط قاله لأجل إضحاك الآخرين اليوم بعض الناس تلاقيه بيحكي نكت فيها تحليل المحرم أو العكس مما علم من الدين بالضرورة حرمته مثلا وفيه كذب على الله وفيه كذب على رسول الله فقط عشان إيه عشان يضحك الناس يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى نأخذ كمان اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ الجليل كيف أنت يا أهلا وسهلا أخوتي الله يكرمك أنا أنا ابنك ابنك وأخوك طارق من الروح يا أهلا وسهلا أخوتي الله يكرمك شيخي أنا شاكر إلك وشاكر القناة المحترمة والعاملين فيها على هذا البرنامج طيب بتشرف فيه بالله وتمتعت جدا في الحلقة الماضية لما دخلت بصفات الله ويعني وضحت شيء من هيك أتمنى عليك ويعني برجاء أنا تنميذ تنميذ الشيخ محمد يوسف إدريس اللي التلمذ على إيد الشيخ سعيد فودي يعني أنا يعني أنا عارف يعني استوعبت الكلام اللي حضرتك حكيت فيه نعم الله يكرمك نركز شوي على موضوع العقيدة يا شيخ وموضوع التجسين وموضوع لأنه صار فيه لبس شديد عند الناس وللأسف يعني صارت فوضة فوضة يعني والله احنا احنا قاعدين منبين ومنوضع بغض النظر يعني بيعني مختلف المسائل وكثير من المسائل في أمور العقيدة وفي غيرها احنا دورنا انه دائما ننبه ونوعي ونفهم ونعطي الدليل ونعطي الدليل يعني موضوع الدليل موضوع مهم لأنه اليوم الناس عم بتشوفك بتشوف غيرك عم تسمعك بتسمع غيرك سواء كان من خلال برامج أو من خلال من خلال مقالات أو غيرها حتى اليوم يعني المجال صار توسع جدا واليوم مع انتشار السوشال ميديا كل واحد صار عم بيقلب من خلال تليفونه عم بيحضر فيديوهات بيجيلوا فيديوهات عم بيسمع هذا بيقول كلام وهذا بيقول كلام وهذا بيقول كلام والمسألة الواحدة بتلاقي فيها آراء متشعبة آراء كثيرة جدا الحقيقة المشكلة أخوي الكريم صار الناس تتخبط صاروا يتخبطوا بقول لك يا أخي أنا عم بسمع لك تحكي كلام جميل بسمع لغيرك كمان حكى بأسلوب ثاني أو حكى المسألة بشكل مختلف وهذا بيقول هيك وهذا بيقول هيك يا أخي تشتتنا بطلنا عارفين نرد عليك ولا نرد عليه ولا نرد على هذولاك ولا نرد على هذول بطلنا عارفين وين الصح منقول له هذا الدين محفوظ وهذا الدين مؤيد من الله سبحانه وتعالى وأنا دائما بعيد هذه الكلمة بظني أكررها وأكررها وأكررها الدليل هو الحجة وهو الفيصل إذا الإنسان رجع إلى الدليل الصحيح المستقى من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن جمهوره علماء هذه الأمة الإسلامية يصل إلى بغيته ويصل إلى الحق إن شاء الله مهم أنه الإنسان دائما يتلقى العلوم الشرعية ويتمكن في أمر الدليل عشان ما يتأثر من كلام هؤلاء المشوشين يعني اللي قبل شوية حكيت عنهم طلعوا وقالوا الخمرة حلال في ناس تأثرت فيهم مع أنه شوف قديش هذا الموضوع يعني موضوع معروف يعني تزأل أي واحد يعني ما بقول لك والله هاي بدك تشوف لك شيخ يعني بصراحة مسألة صعبة جدا ما حدا بيعرف فيها نادر من الناس من يعرف بحكم شرب الخمرة لا هذا الأمر استفاد معلوم من الدين بالضرورة أن الخمرة شربها حرام ومع ذلك ومع ذلك اليوم اليوم من كثرة الفتن صار في ناس وأنا شخصيا أجاني كثير ناس بقول يا أخي أكيد الخمرة حرام يا أخي ما أنا بعد ما حضرت الفيديو لفلان وعلتان صرت متشوش متأكدين أن الخمرة حرام أثروا في عقولهم والسبب هو الجهل بعلم الدين فإحنا دورنا يا أخي الكريم أنه نوصل هالرسالة المهدي ومن هداه الله ومنعطي الدليل عليها وبرنامجنا اسمه عندنا الدليل نعطي الدليل ومنحذر من أهل الضلال ومن أهل الفساد اللي اليوم صاروا كثار وللأسف الشديد يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل وما أكثر هؤلاء ونحن لهم إن شاء الله نحن لهم بالمرصاد والله في ناس يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله ولا يخافون من الله لأجل شوية دولارات أو عشان بطنه مرات في واحد من هالدجالين المشعوذين من أدعياء المشيخة يعني بتلاقيه بيضحك على الناس بس بيقولك بلبس الجبة والعمامة بيطولها اللحية الناس تيجي بتبوس إيدي بتقول لي أهلين فضيلتك بتلاقي يعني فيه حصلت هاي قصة حقيقية يعني قصة حقيقية واحد وأكيد المشايخ الأجلاء مش هذا دأبهم ولا هم بطينية مثل ما بعض الناس ماخذين فكرة أنه فكر الشيخ دائما دائر ورا بطنه وين في مناسف بركض أبدا بالعكس أهل المشيخ الصادقين يعني من صفاتهم أنهم على الزهد من صفاتهم أنهم على الزهد هذا الرجل الفاسد مر دعوه على عشا ولا غدا مش عارف كانت الوجبة هي منسف لا مش منسف كانت سمك حطوا له السمك بعرف شو نوعيته أكل قام عن الأكل عادت كثير من الناس بعد الأكل بيقدموا حلو بيقدموا حلو فهذا الزلم هذا مدعي المشيخة وليس شيء مدعي مشيخة يدعي أنه من أهل العلم إله مردين وتلميذ بقبله أيدي بقبله إيدي ومفكرين أنهم أنه هو على حقه على باطل بعد ما قدموا له السمك وأكل عم بيستنى الحلو فطلع ما في حلو طلع ما في حلو يستنى بها الحلو يستنى بها الحلو ما جاش الحلو فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عشان إيه بس عشان تحلى تخيلوا لوين قال لهم والعياذ بالله هذا ليس حديث قال لهم وما سمعتم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسمكتم فاستحلوا قال افترى على الرسول الكذب حكى كلام ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالهم قالهم العياذ بالله الرسول قال إذا استسمكتم فاستحلوا كل هذا عشان شو عشان بطنوا أعوذ بالله أمثال هؤلاء للأسف موجودين وبكثرة فلابد أن تصدى لهم والتصدي لهم يكون بالعلم والتمكن بعلم الدين وطلب الدليل والغيرة على دين الله شاكرين اتصالك أخوي الكريم وبتشرف فيك معنا اتصال آخر ألو أهلا وسهلا أبتعافي شيخ الله يعافيك أبتعافي إن شاء الله شيخ أربي جاسي أسوال اليوم تفضل أخوي بخصوص الكذب نعم عسا لو طور مع واحد أنه رح المحكم عشان يشهد نعم يشهد بخصوص يعني واحدة محتاجة نعم يعني واحدة يعني واحدة يعني يعني هو شهد كذب أنه كانت ساكنة عندهم بس أنه بيتهم طريقا يعني ورحها يعني عشان أنه تأخذ بأطفالها وذيك مصروف نعم فشهد كذب عند المحكم فشو حكمها يا شيخ شهد بإيش مهو شهد بأنه مثلا أنه سكنت عندهم في البيت فترة ستة أشهر مثلا لأنه ما صرف عليها جيدا ويوم ما سكنت ستة سكنت كل شهر يقول الحق يقول الحق شو مضطر أنه يعني هكذب يقول لا ما قال حق لا لا هل لا ما هو إحنا سوّ قلنا في تعريف الكذب الكذب هو الكلام بخلاف الواقع عمدا هذا هو تعريف الكذب الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا بما أنه سكنت عندهم شهر إذا قالهم سكنت عندنا ستة شهر بكون كذب تكلم بخلاف الواقع عمدا يعني أنا قلت كمان حتى لو ما في إضرار يعني لو أنا مثلا اليوم اتغديت بامية مثلا كنت قاعد مع أصحابي قلت لهم اليوم أكلت سوشي أنا هلأ وين المشكلة أكلت بامية ولا سوشي ولا أكلت ملوخية ولا مجدرة ما في مشكلة طب أحكي الحقيقة هلأ هذا الكلام فيه إضرار يعني مثلا لو قلت لواحد اتغديت أنا اليوم ملوخية وأنا متغدي بامية طب ليش أو إجاد قلت لواحد أنا مرة رحت على أميركا كنت قاعدت هناك فترة وشفت كذا وكذا وصار معي موقف كذا وكذا وأنا عمري ما رحت على أميركا هلأ هم وقع عليهم ضرر ما وقع عليهم ضرر بس حرام ليش أحكي هيك بحكي الواقع شهر قاعدة شهر ستة شهر بقول قاعدة ستة شهر وهكذا حتى ألتزم الحق والصدق ورح يمر معانا كمان شوي إن شاء الله أخوي الكريم التفصيل بموضوع الكذب الجائز والكذب الواجب إيش بندرج تحت الكذب الجائز وإيش بندرج تحت الكذب الواجب في الأصل إحنا قلنا الكذب حرام الكذب حرام بس إيش هو الكذب الجائز الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش هو تعريف الكذب الواجب حي مر معنا بإذن الله تعالى يعني برضو كما من الكذب الذي يوقع في الكفر الكذب على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في ناس مثلا قالوا سيدنا موسى كان يهودي أو كالذي يقول عن سيدنا إبراهيم بأنه عبد غير الله عبد الكوكب والشمس والقمر أو ظن أن شمس إله هذا كذب موقع في الكفر الكذب على سيدنا يوسف بالقول بأنه أراد الزنا بمرأة العزيز هذا كذب يوقع في الكفر لأن الله عصم الأنبياء عصمهم من الكذب ما في نبي كذب ما في نبي يقع في الزنا أو يكون هو هم بفعل الزنا ولقد همت به وهم بها همت بالزنا وهم بدفعها عنه ليس المعنى أن يوسف أراد الزنا بمرأة العزيز فهو إنسان ألبسه الله الجباب النبوة فيستحيل عليه وعلى كل الأنبياء الكذب الآن الكذب الجائز كيف يعني كذب جائز نعم فيه كذب جائز والآن هذكره إيش هو حتى الواحد إذا أراد أن يفعل هذا الشيء يفعله بناء على ما ورد فيه شرع الله مش هو يسير يقول أنا هذا جائز وهذا من عندك لا مش من عندك نرجع للدين الذي يكون فيه إصلاح بين الناس إصلاح ذات البين حصل تنافر بين اثنين مرات بيكون بين أزواج مرات بيكون بين أصدقاء وأردت أن تصدح بينهما تقول له مثلا فلان يقول عنك كذا من الخير في المدح وبتقول للثاني فلان مدحك وبحبك وحكى عنك كلام كويس ليه يعمل هيك؟ عشان يوفيق بيناتهم فيه ناس بتلاقي بالمقابل بتروح بتزيد بتولعها بالزيادة بتولعها بالزيادة فيه ناس تخصص وين فيه مشكلة بين اثنين بروح ليزيد النار بروح بزيد الطيم بله وفيه ناس لأ بتهدي وشوف هذا لا راضي هو اللي يبدأ بالإصلاح ولا هذاك راضي أبدا هو اللي غلط واذا بقول لك أبدا هو اللي عمل وسوى فيه ناس بحب الخير سير ويقول له فلان بيحكي عنك كذا من الخير يعني يمدحك بكذا عشان يألف قلبه ويجمعهم بينات بعض هذا دليله الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا هذا لأجل إصلاح ذات البين فهو جائز أحيانا قد يكذب الرجل على زوجته ليطيب خاطرها أو خشية نشوز الزوجة أيضا هذا مما ورد فيه الاستثناء فهو جائز حتى يطيب خاطرها أحيانا قد يكذب الشخص لأجل أن يستر على نفسه كأن كان مثلا وقع في معصية واحد في الماضي وقع في الزنا وقع في شرب الخمر مثلا وتاب تاب إلى الله واحد سأله قال له أنت عمرك زنيت بحياتك في ناس تسأل عن أشياء يا أخي ليش تسأل ليش تسأل هذا الإنسان عشان يستر على حاله ما يجي قال له تاريخه ماضي وأنا سويت وعملت بحياتي إذا كنت غلطت استر على حالك إذا ابتليتم فاستتروا إذا واحد يجي سأله قال له أنت عمرك عملت كذا أنت عمرك فلو قال لا ليستر على نفسه لا يثم عليه أما إذا كان ما حدش سأله ولا انتكش فيه ولا قال له ولا عمله ولا سألك ما حدش سألك ما حدش انتكش فيه ابتداء ما تجيب تقول أنا جماعة عمري ما زنيت هذا كذب محرم هذا شو الفريق طير الفريق أنه هناك حكاها عشان يستر على حاله أما هون ما حدش حكا لك إشي ما حدش سألك فبتروح أنت اللي بتبادر بتقول أنا عمري ما سويت ما حدش سألك هيك بتكون وقعت في إيه في الكذب المحرم معنا كمان اتصال له ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نصباضل الله يزيك الخير ويبارك فيك يا رب آمين وإياكم أهلا أخوي هيثم كل الاحتراب إليك والتقدير كرمك الله كرمك الله أنا والله من المتابعين والماجرين يعني بحلقاتك الطيبة بتشرف فيك يا أخوي بتشرف فيك حزيك وعبداك شيخ نصباضل الله يبارك فيك شيخ نصباضل بالنسبة لأنني النميمة والكلام اللي عن الناس وكذا طيب كيف إحنا بدنا يعني نحاول أنه ببعد مثلا عن هاي النميمة أو شو يعرضني أنه هذا نمام أو مستمام أو طوال طريقة مثلا أنا أبعد عن واحد نمام يعني الحياة مواقف باحتكاك الإنسان بالآخرين بيعرف صفاتهم ألا أنا إذا عرفت أنه واحد نمام بدي أنصحه لله تعالى ببعض أنصحه لله تعالى من باب العمل نعم ابعد غربل بدك تغربل يا هيثم يعني أحيانا في ناس البعد عنهم غنيمة مكسب وفي ناس القرب منهم مكسب فباحتكاك الإنسان بالآخرين بيعرف معادن الناس وبعدها بيقعد يغربل مين أحتك ومين ما أحتك مين أقرب ومن مين أبعد بيسير الواحد بعدها بيقرر أنه هذا الإنسان معرفته مكسب وهذا الإنسان معرفته خطر بعد أكيد بعد النصيحة مثل ما تفضلت بنصح إذا كان مثلا لابد أنه أنا أجتمع مع هذا الإنسان في كل مرة بده يوقع فيها بمعصي كانت نميمة ولا غيرها بده أكون لأله بالمرصاد وأنهى وإذا أبى إلا أن يتكلم فيما حرم الله أفارق المجلس ولا أخوض معه في هذا الحديث إلى أن يخوضه أو يخوضه في حديث غيره هكذا نفعل مع أمثال هؤلاء إحنا قلنا في كذب واجب كمان ذكرت أنا شو تعريف الكذب الجائز أو إيش هي الأشياء التي تستثنى وتعتبر من الكذب الذي هو جائز في شرع الله تبارك وتعالى بس أنا ببداية الحلقة قلت في كذب واجب ألا قد يستغرب بعض الناس يقول لك كذب واجب إيش يعني واجب واجب يعني إذا ما عملوا عليه معصية يعني واجب الكذب هنا كذب واجب الله أكبر كيف يعني كذب واجب أنا بقول لك كيف الذي يكون فيه إنقاذ مسلم مثلا يهود لعنهم الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم يهود عم بيلحقوا مؤمن بدهم يقتلوه هذا الإنسان دخل عندك قال لك اليهود هاي هم بدهم يطخوني بدهم يقتلوني عم بدوروا عليه أو بتعرف أنت وين هو وهي قاعد بالمكان الفلاني بالبيت الفلاني يجوك اليهود شو بدهم فيه بدهم يتعدوا عليه بدهم يقتلوه يجوك أنت بتعرف وين هو يجو قالوا لك تعرف وين فلان تعرف وينه يجى واحد شو قال وانت بتعرف وينه انت حقيقة انت بتعرف وين محله وين مكانه الآن فاليهود سألوك قالوا لك تعرف وينه هلأ إذا بدك ترجع إحنا شو حكينا بالبداية قلنا الكذب هو الكلام بخلاف الواقع عمدا طيب إذا قلت له لا ما بعرف تكلمت بخلاف الواقع عمدا بس هون بيكون عليك معصية إذا عملت هيك لا بالعكس هنا واجب عليك تعمل هيك كيف طيب واجب هلأ إذا قلت يا عمي أنا أمي قالت لي ما تكذب هايو أنا بحكيش إلا الصدق هايو بالمكان الفلاني بالبيت الفلاني هايو هناك روحوا له هيك من نقول لك يعني يعني أنت إنسان يعني قدوة ما شاء الله ما بتكذب أنت تسببت في قتل هذا الإنسان تسببت في قتله هنا يجب عليك الكذب ليش يجب لأن في هذا إنقاذ إنقاذ لهذا الإنسان من ظلم اليهود ومن القتل في إنقاذ له من القتل فيجب عليك حينئذ أن تكذب معنا كمان اتصال هلو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعفك العافي دكتور ألا أختي الله يعفك العافي دكتور الله يعفك طول عمرك يا رب دكتور أهدا أنت تتحكى عن موضوع الكذب أول شي لك كل الاحترام والتقدير أكرمك أنا على موضوع الكذب أنا إنساني بيدا عنك يعني كثير كثير مثلا بنتخدني النائب بالناس وفي ناس بوعدوني وبيكذب علي وبتسرر عليهم ببطلوا يعني بحلفوا بالله وعلى القرآن وبعدين بفجأة ببطلوا يعني إنهم يسولوا الإشي اللي حكوا نعم ففيه آيات نزلة كثير بهذا الإشي يعني على الناس لما تنافق أنا زي ما تحكي عندي من أنا طفل الغير عندي شلل برجلي بتنتين الله يعفك وبعرج على رجلي بتنتين الله لك الأجل وشار عليها بالصدر وناس وعدوني انتخذت بناس وعدوني بهم المتعدة بالقرود الله يا ربي لا يجيب حدا يعمل قرود والله القرود تعبتني وعدوني الناس قالوا ليقسم بالله لنفدد قردك وليت كلهم بتخلوا عني وكذبوا علي وعندي صرطان شو حقك الله يعطيك الله يعطيك يطول عمرك وين ما درت وين ما رأبت اكرمك الله أولا أسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل إن شاء الله وأسأل الله أن يصرف عنك كل سوء وأذى هلأ بمثل هالحال قد يكون في ناس كانوا صادقين لما قالوا لك احنا بنا نساعدك احنا بنا نعطيك وتغير الظروفهم مش إنه تعمدوا إنه كانوا عم بيكذبوا عليك أحيانا الظروف بني آدم تتغير أحيانا الشخص بيكون صادق باللي حكاه ما تيسر له صار مع ظرف تغير الظروفه فما قدر إنه يسوي فنقول الله أعلم بقلوب عباده وبأحوالي بأحوال هؤلاء الناس إن شاء الله إذا بتحب أنت تواصلي معنا عن طريق المكتب نشوف شو بنقدر أو خليني أسمع تفاصيل موضوعك أكثر وأكثر حتى نشوف إذا بنقدر إنه إحنا نساعد موضوعك هلأ في شغلة مهمة بدأ نبه عنهم هلأ ما يفكر الواحد إنه الواحد إذا كان بمزح أنا عم بمزح أنه لا هاي ما بتتسجل علي ما بتتسجل لأنه بمزح أنا ما عم بحكي جد مين قال لك الكذب حرم إن كنت بتمزح ولا بتحكي جد إن كنت بتمزح ولا بتحكي جد إذا كنت بدك تضحك الناس ولا لأ في ناس بيكذب كذب محرم بعدين بيقول لك لا هاي كذب بيضة شو اللي كذب بيضة الرسول عليه السلام قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل والرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له رواه الإمام أحمد في مسنده فما تقول لي هاي حجة أنه أنت كثير متشدد بقول له الرسول عليه السلام هو الذي قال ذلك فاحذروا وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله جعل لهم عصمة معصومون من الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلاد تجب لهم العصمة من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن الصغائر التي فيها دناوة نفس وخصة قبل النبوة وبعدها فيستحيل على أي نبي من الأنبياء الكذب مستحيل الكذب مستحيل على الأنبياء ما في ولا نبي من الأنبياء بيقع بكذبه ولو كانت كذبة صغيرة لأن هذا ينافي منصب النبوة الله تعالى حكيم لا يبعث نبيا كذبا فالأنبياء اعتقادون الجازم أنهم لا يقعون في الكذب أبدا لا يحصل منهم كذب إذا كان سبق اللسان الذي لا مؤخذة فيه لا يحصل من الأنبياء سبق اللسان يجري كلام على اللسان من غير إرادة قوله واحد بدو يحكي حلال يطلع حكى حرام أنا بيصير معي سبق اللسان أنت بيصير معك سبق اللسان الأنبياء لا يحصل معهم سبق اللسان أبدا لو كان بيصير مع الأنبياء سبق اللسان الناس شو بتقول بتقول إذا النبي قال شيئا يقولون انتظروا لعله صار معه سبق لسان لا لا يحصل مع الأنبياء سبق لسان الله عصم الأنبياء من ذلك ومن الكذب أما التورية وهذا اللي بدي أوضحه كمان التورية شيء والكذب شيء فالتورية تجوز على الأنبياء وفرق كبير جدا ما بين الكذب وبين التورية الكذب شو حكينا يا أحبابنا في تعريفه هو الكلام بخلاف الواقع عمدا عمدا لما نقول عمدا يعني تعمد ذلك يعني مرات مثلا شو بيصير إذا ما تعمد لا يقع في الذنب يعني مثلا أعطيكم مثال فلان كان في زيارة عند شخص مثلا كان واحد بزيارة عند شخص المهم وكان عنده صاحبه اثنين هم كانوا فطلع من المجلس وراح إجاء تلفون قال له شفت فلان قال له آه هاي فلان عند فلان أنا شفته كنت عنده قبل شوي هايوا الآن عند فلان باللحظة اللي قال هاي فلان عند فلان كان هذاك بعد ما طلع طلع بعد ما طلعت انت طلع فحقيقة في تلك اللحظة لم يكن عند فلان ولكن هل انت تعمدت الكذب هنا تعمدت ان تتكلم بخلاف الواقع الواقع انه ليس عند فلان مثل هذا ما فيه معصية لان هيك ضبطوها العلماء بقولهم الكلام بخلاف الواقع عمدا هذا تعريف الكذب اما التورية التورية معناها ان تذكر لفظا يحتمل معنيين باللغة العربية له معنى قريب وله معنى بعيد فتوهم بارادة المعنى القريب وانت تريد البعيد هذا ليس كذبا هذه التورية مثل ما صار مع سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما سألوا النمرود عن زوجته سارة قال له من هذه؟ قال انها اختي وماذا اراد اختي في الاسلام هل يقال كذب ابراهيم؟ لا حاشا وانما يقال استخدم التورية هذا ليس كذبا لان كلمة اختي تأتي على معنى اختي في الاسلام وتأتي على معنى اختي في النسب ولو كان المعنى القريب الاخت في النسب عادة اذا واحد قال له واحد قال له هاي اختي اول ما بيخطر بالي وبالك وباله اخته في النسب هو اراد اختي في الاسلام كذب ولا تورية لا تورية عندما دعاه قومه سيدنا إبراهيم لعبادة الأصنام ماذا قال إني سقيم أي سأسقم سقم الموت لأن من كان سيف الموت مصلة على رقبته فهو سقيم مثل ما ذكر الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن هذه التورية وليست كذبا لما كسر الأصنام وأسند الفعل إلى كبير الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أراد أنه هو الذي حمله على ذلك على الفتك للأصنام الأخرى من شدة اغتياضه منهم بتجميل صورته وهيئته فإسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا فلا كذب في ذلك وأيضا ما رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يخرج في غزوة إلا وورا مش كذبة إلا وورا أي أظهر أنه يريد غيرها وكان يقول عليه السلام كما جاء في سنن أبي داود الحرب خدعة إذن فرق يا أحبابنا بين الكذب والتورية فالكذب مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واللي إحنا ما زلنا في شهر أربعة وبداية أربعة قديش في ناس كذبوا بحجة شو حجة كذبة نيسان وكأنه الكذب فيه نيسان صار مستثنى يا عمي الكذب حرام في أول نيسان وفي غيره بكل الأشهر الكذب حرام وفي أكثر الأحيان هذا الكذبة هاي الكذبة نيسان اللي هي خطر يكون فيها تخويف وترويع للمسلمين بيجي بيحكي معا مفكر دمه خفيف ودمه ثقيل بيجي بيقول له ابنك مات بعدين بيقول ها 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 كذبة نيسان تخفف دمك يعني أو بيجي بيقول له فلان عمل حادث وهيو بالمستشفى بيحكي معا واحدة بيقول هاي زوجك صار فيه كذا وكذا أعوذوا بالله بعدين يعني بيجي بيقول له ابنك اندعس فلان صار له كذا هذا وقع من طابق بروح بنجلط هذا المتلقي هذا الاتصال يمكن يموت ترى يموت أو ينشل أو ينشل أو تصيب ومصيبة بعدين بيجي بيقول له كذبة نيسان معلم كذبة نيسان قاله قاله مات الزلمة شو جاي هسا تقول له كذبة نيسان مات انجلط انشل انلوح بيقول لك يا اخي انا بمزح انا مستغرب ليش الناس ما بتتحمى المزح انت دمك دقيل دمك دقيل وعم توقع انت من اهل المعصية عم تمزح فيه ترويع هذا هذا فيه تخويف انت من اهل الكبائر انت فاسق اذا انت فاسق هذا ذنب عظيم تستحق عليه عذاب الله في النار يوم القيامة بحجة شو بحجة يا اخي بقول لنا كذبة نيسان انت من يوم تغذب النبي علمك ذلك اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع القوم الظالمين الذين يبتدعون مثل هذه الامور فيقولون لك اكذب في نيسان هذا صار متعارف عليه في الدول ما يسمى كذبة نيسان لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة احنا عم ناخذ حلقة حلقتنا اليوم عن الكذب وذكرنا ادلة على حرمة الكذب والكذب في نيسان ترى حرام الكذب في نيسان حرام بيجي بيشوف واحد ممكن انسان يكون حيلة هالمحل هي الحيلة والافتيلة اللي عم يصر فيه على ولاده بيجي بيقول له محرلك انسرق ليش تعمل فيه هاي قد زلم يموت بأرضه بعدين تيجي بيقول يا اخي بمزح بمزح الكذب كذب في اول نيسان ولف اخر نيسان ولف اي شهر من الشهور كله حرام جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده ان بعضا من الصحابة كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في واحد من الصحابة نائم ومع نبل تبعته ايجوا اخذوها منه خبولوا اياه لما صح الرجل فزع انه وين يعني كيف ما لقى سلاحه جنبه فزع فصاروا يضحكون فقال النبي عليه السلام ما يضحككم قالوا لا الا ان اخذنا نبل هذا الرجل ففزع قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلمة هذا فيه تخويف فيه ترويع الكذب لا يصلح في جد ولا في هزل اي مزح ولو كان المقصد اضحاك الحاضرين ولو لم يكن فيه ايذاء وحرام وقد قال رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام اني لا امزح ولا اقول الا حق في ناس تفكر انه لما نحكي هذا الكلام انه انا اكون متجبسن جدي ما فيش النبي قال اني لا امزح ولا اقول الا حق رواه الطبراني فاخبر عليه الصلاة والسلام في حديثي هذا انه يمزح ولكن لا يقول الا الحق اي انه عليه الصلاة والسلام كان لا يكذب وكان يحذرنا دائما من الكذب وفي كلمات للأسف الشديد يا احبابنا منتشرة الى اليوم امثلة على السنة بعض الناس فيها كلام قبيح فاحذروا وحذروا الناس منها مثل قول بعض الناس هذا بدي احذركم منه اللي بيقولوا الكذب من الحرجال اعوذوا بالله شوال كلام الفاسد شوال كلام المخزي هذا بدل ما تتصيدوا بالامثال وتحفظوا بالامثال احفظوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام احفظوا القرآن احفظوا كلام اهل الحق مش امثال واهية ضاربة بايخة شو اللي كذب من الحرجال وبيجي بالمناسبات وبيجي بالمجالس بيجي بذكورها بقول له الكذب من الحرجال شو معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام مدح الكذب يعني يمدحون الكذب والدين ذم الكذب كيف تمدح اذا الكذب بقول لك المثل بقولش بقول لك شو بدك بالمثل ترجعون إلى كلام أهل الجاهلية شو اللي الكذب ملح رجال أعوذ بالله أبدأ أسألكم سؤال الملح يوضع على الطعام لتحسينه أم لتقبيحه شو حجبوني الملح يوضع على الطعام لأي شيء لإفساد الطعام أو لتحسين الطعام لتحسين الطعام فإذا واحد قال الكذب ملح رجال يعني يستحسن الكذب يستحسن في الرجال هذه الصفة وهذا كلام قبيح جدا 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 ديروا بالكم تحكوه أو حتى في ناس مراته بيحكي بيقول لك وعيب على اللي بيصدق وبيضحك والناس تضحك اللي قاعدين على إيش تضحك بتقول وعيب على اللي بيصدق العيب على اللي بيكذب مش على اللي بيصدق فاحذروا من هذا الكلام القبيح وحذروا من ذلك وحذروا الناس من الكذب لأن الكذب عادة قبيحة خبيثة عادة قبيحة تدل على خبث تدل على خبث صاحبها هذا طبع خبيث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نعيد أبنائنا بشيء ثم لا نفي لا نفي أليس قال الرسول عليه السلام لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له يابتكون قدها يا مما توعد حتى بنظر ابنك إنسان صادق فعلى طالب النجاة يا أحبابنا أن يتجنب الكذب حتى لا يكتب عند الله كذابة ويعرف بين الناس بالكذاب راح الكذاب يجي الكذاب وإن الكذاب انسيت اسمه بس هو كذاب مثل ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومن أكثر من شيء عرف به وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي إذا كذب العبد كذبة كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به من نتن ما جاء به وعلى طالب النجاة أن يتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويقوم من أهل الثقة بين الناس كم قوله معتبر يجلبونه للشهادة ثقة إنسان ثقة مش إنسان كذاب الصدق من جاء في الدنيا وفي الآخرة وأختم هذه الحلقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البيهقي أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا له الجدل ما في إحقاق حق ولا إبطال باطل قال وزعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وصدق من قال احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما قال الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم احفظنا من الكذب واجعلنا من أهل الصدق إنك على كل شيء قدير وإنك بعبادك لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم استودعكم الله الذي لا تطيع ودائعه والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر